بيبدأ فيلمنا في الزمن الماضي أيام الزمن الجميل اللي هو زمن البقاء للأقوى وكل عملاق بيأكل الأصغر منه بس كالعادة كل عملاق بيلاقي اللي بيطعم لك عليه ويأكله زي قرش الميجلدون ده اللي تحس إن أكل البحر خلص فطلع يأكل ديناصورات من على الشاطئ نسيبهم بقى ونروح للوقت الحاضر مع جوناس تيلور وهو متسلل على مركب نقل بضايع في بحر الفلبين وده لإن طاقم المركب بيرمم مخلفات سمى في البحر وهو عاوز يفضحهم فصورهم وهم طبعا بيرموا المخلفات دي وكمان دخل لمكتب القبطان علشان يصور شحنات المخلفات اللي معاه واللي ما كانش عامل حسابه إن فيه بغبغان غيتت في المكتب وفضل يعمل صوت عالي لحد ما اطاقم أفش جوناس بس طبعا يعني كل ده كلام فاضي لأن جون قتل ميجلدون في الجزء الأول فأكيد يعني مش شوية بشر هم اللي هيوقفوا قدامه وبعد مطاردة طويلة وضرب كتير جون لقى نفسه بقى متحصر اللي هو يتموت يتنطف المحيط فاختارنه ينطف المحيط ووقتها اطاقم فرح لأنهم قالوا هو كده أكيد هيموت بس طبعا ابننا جون كان عامل حسابه لللحظة دي وفجأة ماك ويريكس وصلوله في الطيارة في الوقت المناسب واخدوا وراحوا المعهد أوشنج في الصين وفي نفس الوقت زينك رئيس المعهد كان بيختبر بدلة أقالية من تصنيعه علشان ويستخدمها تحت المحيط وبعد ما خلص استخدام البدلة راح يحضر حفلة علشان يكلم داعمين شركته ويعرفهم التقدم اللي وصله في دراسة عالم المحيطات وقال لهم انه يحب يستكشف المحيطات علشان يكمل شغل أبو وأخته ولما خلص خطابه قدم لهم السمكة دي اللي اسمها هايكي ودي على حسب كلامه انها السمكة المجلدن الوحيدة في العالم وانه لقاها وهي طفلة وكانت مصابة فاحتفظ بيها وربها علشان يتعلم منها كل حاجة تخص المجلدن والخندق اللي تحت المحيط اللي كانوا عايشين فيه وبسبب اللي تعلمه قدروا انه يستخدم التبرعات بتاعت الدائمين ليه وصنع أفضل غواصة ممكن تنزل تحت المنحضر الحراري اللي بيفصل عن عالم المجلدن والمحيط وبعد ما زانكة خلص المؤتمر بتاعه حاب يعمل تجربة وهي انه نزل يلعب مع هايكي المجلدن اللي هو أمر بيها علشان يشوف رد فعلها في وجوده عاوز يعرف هتحبه ولا هتهجمه وجونيس لما شافه قاله انت ليه نفسك تتاكل اطلع بسرعة من عندك بس زانكة رفض وقاله أنا اللي مربه هايكي ومستحيل تأذيني وعلشان يزبط لهم كده استخدم الجهاز بتاعه في انه يستدعيها وهي فعلا سمعت كلامه بس بصراحة كان منظرها مرعب جدا وقررت انها تربي الأخ ده وتعلمه انها أكبر من انه يلعب معاها فكلته قدام مينج بنته أخته وكل اللي واقفين اتصدمه بس زانكة قطع صدمتهم بانه دخل من وراهم عادي وما ماتش وده لانه كان مجهز خطة لهروبه وتاني يوم زانكة خد جونيس ومينج ورحوا لمحطة الأبحاث البحرية ماناوان وفي نفس اليوم هايكي قررت انها تغرب من حبستها وهجمت على الباب اللي قافل عليها فدمرته وقدرت انها تخرج من المكان اللي هي فيه وبقت حرة خليقة في المحيط وعند محطة ماناوان جونيس كان بيستعد مع زانك وفرقته للغصفة أعماق المحيط علشان يستكشفه أكتر في الخندقة اللي الميجلدون جات منه وفعلا غطسه وبعد ما وصل العمق بعيد جونيس اكتشف ان مينج كانت مستخبية في الغواصة بتاعته علشان كانت عاوزة تشاركهم الرحلة وهي كده حاطتهم قدام الأمر الواقع ولان جونيس ما بيتحطش قدام اي أمر واقع قرر ان يرجع بها للسطر بس ملحقش انه عمل كده لانهم لقوا ان فيه قرش ميجلدون رايح بسرعة كبيرة في اتجاههم فاستغربوا لان ده مش طبيعي وقرروا انهم يغتصوا بأكثر سرعة ويعدوا الحاجز الحراري عشان الميجلدون مش هيعرف يعدي وراهم وبكده يكونوا هربوا منهم واذا انك عارف ان الميجلدون اللي وراهم دي تبقى هايكي وعرف كده بسبب جهاز التتبع اللي هو حطوا فيها وهايكي كانت خلاصها الضمر غواصة فيهم بس لحوا نفسهم واختركوا الملحضر الحراري وبكده هم اعتقدوا انهم هربوا منها خلاص بس للأسف اكتشفوا انها دخلت وراهم والغريب هنا انها مشت من جنبهم بدون ما تهجم عليهم وبعد لحظات اجهزة الرادارات بتاعتهم اكتشفت وجود اكتر من ميجلدون واحد جنبهم ولما قربوا منهم شافوهم وكانت احجامهم عملاقة جدا واكبر من اللي شافو في الجزء الاول بمراحل غير ان اشكالهم بشحة جدا ومشوهين وبالمناسبة اللي ما شافش الجزء الاول فاكيد فاتوا كتير ويستحسن يروح يشوفوا قبل ما يكمل ده وهسيب لكم اللينك بتاعه في الوصف المهم ان كمية القرش دي كانت ماشي عادي في سلام بدون ما تهجم عليهم ولا كأنهم رايحين يحضروا اجتماع وطبعا الانسان بطبعه الفضول بيفشخه فقرروا انهم يروحوا ورا قطيع الميجلدون عشان يشوفوا هم رايحين فين ولا نوين على ايه وهم في الطريق لو مجموعة من الميجلدون في مسم التزاوج بتاعهم علشان يحافظوا على السلالة وخايفين من الانقراض بس مهتموش بيهم اوي وكملوا طريقهم ورا القطيع لحد ما اتصدموا قدامهم بمحطة غريبة تحت القاع المحيط فاستغربوا من وجودها هنا وفكروها حطام لحاجة بس اتصدموا لما اكتشفوا انها مش حطام ولا حاجة وكمان اكتشفوا ان جواها نشاط وبعد لحظات اجهزتهم قررت ان فيه غواصة فوقهم بس معارفوش هي فين بالزبط ومن الواضح ان فيه فرقة كاملة بتنقب عن حاجة معينة في المكان ده وخدوا بالهم من وجود الغواصتين اللي تابع مانا وان فحسوا انهم بقوا في ورطة وعلشان كده في واحد منهم اسمه مونتس قرر ان يضحب اصحابه اللي في المكان ورمى متفجرات وهو الهدف من كده انه يخلص على غواصات مانا وان وكمان هيخلص على اصحابه وبسبب المتفجرات دي حصل انهار في جبل تحت المحيط والانهار مرحمش حد حتى مونتس المتخلف والمكان انهار بالكامل ومن شدة الانفجار حصل خرق كبير جدا في المنحضر الحراري وبقى في فتحة كبيرة ممكن تعدي اي حاجة منه وبالنسبة للغواصتين اللي تابع مانا وان لسه بيحاولوا يهربوا من الدمار اللي قابلهم بس الوضع كان فوق الصعب لان الدمار كان فوق كل مكان والصخر اللي بتقع فوقهم عملاقة وفجأة النشاط الحيوي اللي في الغواصتين اختفى والجماعة اللي بيرقبوهم من فوق قالوا انهم كده اكيد خلاص ماتوا بس ماك كان عنده رأي تاني وطلب من الموظفين انهم يجهزوا له غواصة الانقاذ وفعلا جونس فاق واهم حاجة عنده انه يطمن على مينج ولما لقاها زي الفل طمنها وقالها انه مش هيسبها هتموت هنا وبالنسبة لماك فعرف انه غواصة الانقاذ متعطلة والعطل بفعل فاعل ودلوقتي مستحيل انه اي حد في المحطة يقدر يصلحها وجونس قدر انه يصلح جهاز الارسال ويتكلم مع ماك وعرفوا انه ريس عايش وطلب منه ينزل ينقذهم بغواصة الانقاذ بس ماك قاله للأسف مش هقدر انزلك لان الغواصة فيها عطل ووقتها جونس قرر انه يستخدم بدلات الغوص المتطورة اللي معاه في انه يطلع هو ومينج والمساعدة بتاعته ومع انه طبعا الموضوع خطر وما يعملوش غير واحد مجنون بس عادي يعني كلنا عارفين ان الاخ جون هو اللي قال الجنون يتجنن المهم انهم لبسوا بيدر الغوص بتاعتهم وسلحوا نفسهم وبدأوا رحلتهم من عمق سبعة ونص كيلو متر على امل انهم يوصلوا للمحطة اللي كانوا شافوها بس الاول حابوا يطمنوا على غواصة زانك وما لاحقوش لانهم اتفاجئوا بيه لابس بدلة الغوص بتاعته ومقابلهم هو وكمان وبكده الفرقتين تجمعوا علشان يخدوا رحلتهم مع بعض وبعد حابة ماشي في المحيط لقوا حواليهم اصناف سمك كتير المفروض انها انقرضت من زمان غير شعب مرجانية كتير الوانها جميل جدا والمنظر كان جميل جدا حواليهم لدرجة انهم نسيوا الكارثة اللي هم فيها بس في حاجة قطعت عليهم المتعة دي وخطفت واحد من وسطهم بدون ما يحسوا ولما سمعوا الصوته بيصرخ بحثوا عنه لكن ما لقوش اي حاجة غير القناع بتاع الاكسجين بتاعه فخافوا وبقوا ماشيين في وضعية الاستعداد لاي حاجة ممكن تقابلهم وبالنسبة للاخى مونتس اللي تسبب في الانهيار كان مغمى عليه بس فاق وكلم الرئيسة بتاعته جونسو بتساعد زانك في شغله بس من الواضح انها واطئة شويتين وعرفت ان جونسو كل معاه في اتجاههم للمحطة بتاعتها طبعا هي نفس المحطة اللي كانوا شافوها وقالت لامونتس انهم لو وصل المحطة دي امرها هيتفضح وان دي هتكون نهايتها والحسنة حظها ان البحر شكله كده ما كانش مرحب بيهم اوي او اسماك البحر كانت جعانة شوية ودلى انهم لقوا مجموعة كبيرة جدا من الاسماك المفترسة اللي على شكل ديناصورات صغيرة بتاجم عليهم حاول يغربوا بسرعة بس لو نفسهم مش هيلحقوا فقرروا انهم يوقفوا ويحربوا بس للأسف العدد كان كبير جدا عليهم وكلوا منهم اتنين وزانك علشان ينقذ الباقي اضطر انه يشغل شعلة مضيئة وخوا في الاسماك دي كلها وهربت بس للأسف هو شد انتباه المجلدون بالشعلة دي وكانوا خلاصها يكلوه لكن ملحقوش لان جوناس انقذوا واخد الشعلة من ايده ورماها والمجلدون لما تشغلوا فيها ضمروا المكان بالكامل وكمان بقوا قادرين انهم يشوفوا فريق جوناس بالكامل وهجموهم بكل قوتهم وفي اتنين منهم قرروا انهم يضحوا بنفسهم علشان الباقي يقدر يهربوا ويعيش وفعلا قادروا انهم يهربوا ودخروا للمحطة اللي كانت قابلتهم بس قبل ما يفضوا ضغط الغرفة اللي هم فيها في خوزة بتاعت واحدة فيهم اتكسرت وفي وقتها البنت دي اتفرتكت من شدة ضغط المية وكده القرش خلاص ما بقتش عارفة توصلهم فسابوهم ومشيوا والمجموعة اللي اتبقت دخلوا للمحطة باسلعتهم ومجهزين نفسهم لاي خطر ممكن يقابلهم بس بعد بحثة ويل في المحطة لقوها فاضية ولقوا فيها احجار ومعادن نادرة جدا فعارفوا ان اللي في المحطة دي كانوا بينقبوا عن المعادن دي وعارفوا ان المعادن دي قيمتها غالية جدا لانها بتستخدم في الاقمر الصناعية والاسلحة المتطورة وان صندوق بسيط من المعادن دي بيسوي مليار دولار وطبعا كل دا مش هيفيد بحاجة طول ما هم في مكانهم فشغالوا الاسلكي وتواصلوا مع محطة مانا وان وعرفوهم وضعهم واللي كلمتهم قالت لهم ان فيها عندهم كبسير انقاذ وقالت لهم انها كانت شافتهم وهما بيصوروا المحطة بغوصاتهم وجونس عرف مكانهم وكلهم اتجهوا مع بعض اللي مكان كبسير الانقاذ دي بس وهم في طريقهم لقوا معدات كلها من تصاميم زانك ولما شافهم اتصدم وسأل نفسهم ازاي الناس دي عارف التوصل للتصاميم بتاعتي بس طبعا ما لقاش اي رد وكملوا طريقهم لحد ما وصروا المكان كبسير الانقاذ واول ما دخلوا الباب تقفل وراهم لوحده والبنت اللي في محطة مانوان كلمتهم وطلقت هي الخينة وقالت لهم انتو دلوقتي حياتكو بن ايدي وبعرض عليكو تشاركوني في اللي بعمله وهتكسبه كتير بس جونس قال لها فيه ثلاثة من فريقنا ماتوا بسبب جاجعك وانا لما شوفك هبقى افكرك بأساميهم فمردتش عليه وطيرت اول كبسورة انقاذ من اللي عندهم وريجس خافت تموت في مكانها وعلشان كده البنت دي قالت لها اقتلي جونس وهسيبك تعيشي وبدون ما تفكر وجهت سلاحها على جونس اللي وقف قدامها بكل ثقة وقال لها اقتليني لو عاوزة بس طبعا ريجس ما قدرتش تعمل كده ورفضت تقتله وعلشان كده الانسانة الواطية دي طيارة تاني كابسولة انقاذة وللأسف كانت هي الاخيرة ولما هيلر اتطمنت ان جونس كده خلاص مش هيقدر يطلع دخلت في الاتصال وكلمت زنج وطبعا اتصدم لما شافها وعرف انها خينة بس هي ما اهتمتش وقالت له اسبك وتموتوا بسلام وبعد اسبوع بالضبط هنرجع نكمل شغلنا وهنستخدم كل معداتك وكمان شركتك هتكون منصرين علشان ننهب كل سهروات المحيط لحد ما نموت وفتحت عليهم مية علشان تخلص عليهم بس جونس بيرفض ان يموت بسهولة وقرر انه يتصرف ويعمل حركة انتحارية وهي انه يعوم في العمق دائع علشان يخرج من الغرفة اللي محبوزين فيها ويرجع تاني يدخل المحطة ويحرر اصحابه وكان عارف انه نفسه مش هيقدر يتحمل اكتر من ستين سانية وهو فعلا نجح في انه يدخل المحطة تاني وقفل على نفسه على اخر لحظة بس اغم عليه اللحظات وفاء ولقى مونت السواقف فقراسه وقال له انا فاكرك لانك كنت سبب اني اقضي من عمري سنتين في الحبس واكيد انت مش فاكرني وجونس لانه واقعي قال له اكيد مش هفتكر واحد حسالة شبهك وقام بسرعة ودخل معاه في معركة وكان محتاج يخلص علي باسرع وقته علشان ينقذ اصحابه وفعلا قدر انه يضربه ويسابه وراح بالسرعة لاجهزة التحكم ووقف تسريب المياه عليهم بس كانوا خلاص قربوا يموتوا والشخص ده معطلوا فضربوا لحد ما اغم عليه وبسرعة صرف المياه اللي عندهم بالكامل وانقذهم وبالنسبة لدكتور هيلر فقررت انها تكمل خيانتها بانها تتخلص من كل العاملين في محطة مانوان وبعتت فرقة كاملة علشان تخلص عليهم بس قبل ما الفرقة توصل ماك راجع بكاملات المرأبة وعرف مين البنت الخيانة اللي فزتهم وبالنسبة للجماعة اللي تحت فقرروا انهم يطلعوا للسطح بالغواصة بتاعة مونتس وعلشان اسماك الميجلدون ما تهجمهمش قرروا انهم يشغلوا كل انوار المحطة اللي هم فيها علشان يشغلوهم مع المحطة وهم يهربوا بالغواصة وفعلا زنك شغل كل الانوار اللي في المحطة وتسبب ان كل الميجلدون هجموا عليهم وزنك رجع بكل سرعته للغواصة تاني وكلهم هربوا من جنب قطيع الميجلدون بدون ما يقزوهم وهم طلعين شافوا الصقب اللي تفتح في المنحدر الحراري فتمنوا انو يتقفل قبل ما فيه اي قرش يعدي منه بس للأزف تقريبا كده فيه اختبط املاق هو اللي عد من المنحدر وكمان مونتس لبس بدلت الغاطس بتاعته وتعلق في حاجة علشان يطلع للسطحه هو كمان وبالنسبة لماك كان حابس نفسه في غرفة مع صاحبه دي جي علشان ما يتقتلوش بس لقوا مجموعة مسلحين بيخبطوا عليهم مع جيس واول ما فتحوا الباب دي جي بخر ازاز الفلفل في عينهم وماك كهرب جيس الواطية دي وفرح قلبي بصراحة وجونس وصل للمحطة ولقى ان فيه مجموعة مسلحة عليها فقال يا هلا بالمشاكل وبمناسبة المشاكل منتس برضو وصل للسطح وراهم وبالنسبة لماك والدي جي وهما بيهربوا قبله اتنين مسلحين وقرر انه يرجع ذكرياته مع ولاد المفترية بس ملحقش يفرح كتير لانه لها اصحابهم ووراء وكلهم معهم اسلحة نرية فقال يا فكيك وخد ماك ونطف البحر مع بعض بس السهب عليهم يسيبوا المحطة ويمشوا وفطلوا عليها تاني ومال يحقوش يعملوا اي حاجة لان اتقبض عليهم وقبل ما يروحوا في اي مكان انسانك وجونس لقوهم وهجموا على القبضين عليهم وافقدوهم كلهم الوعي ومنتس طلع لجيس ومن الواضح انهم بيحبوا بعض وقال لها ان جونس على المحطة ولازم يتقبض عليه فامرت كل الجنود يبحثوا عنه ومينج اتصدمت لانها لقيت 3 قروش ميجلدون رايحين مع بعض في اتجاه المحطة فعرفت ان دولت سلالوا وراهم من المنحدر وجيس اتصلت بدكتور هيلر وقالت لها على 3 قروش وكمان صورتهم لها وقالت لها ما تخافيش لانهم عمرهم ما يقدروا يدخلوا هنا لان الازاز ده مصمم لانه يكون مضد للميجلدون وكانت واثقة قوي من نفسها بس الميجلدون بقى قال لها ده مضد الاطفال ليش ليه ودخل بدماغه في الازاز فكلها بكل بساطة وبصراحة رايحنا منها وجوناس خد كل اعضاء فرقته ورقب مركب علشان يمشوا من المحطة وعلشان ما يلفتوش انتباه القروش ليهم اتحركوا عن طريق المجديف وبكل هدوء بس لقوا ان في ميجلدون يملكوا بيلفوا حواليهم وكمان في مجموعة جنود شافوهم فاخدوا مركب وراحوا وراهم علشان يخلصوا عليهم بس شغلوا المركب بتاعهم بالمحرك وطبعا بسبب المحرك الاري ساب جوناس واللي معاه وراحوا لهم وكان المركب بالكامل فقرمى واحدة وطبعا جوناس لما شاف كده قرر انه يطير بالقارب بتاعه وشغل المحرك باقصى سرعة وهو في الطريق صنع لنفسه رمح علشان يحمي نفسه بيه فحارت لو الاوضاع سائت ودي جزيرة عبارة عم منتجع الترفيقى والكل فيها كان مبسوط الا الدلافين بالكامل كانت خايفة وبتهرب للشاطئ بسبب حاجة عملالها رعب وطبعا الناس لما شافتها فكرتها بتلعب او دخل ازباق مثلا ودول مجموعة على ياخت جنب الجزيرة وفيهم واحد كان بيتقدم الواحدة بس ختم الجواز واقع من ايده فنزل يجيبه لما طلع ما لقاهاش هيزة نفسها موجودة ولما حاب يبحث عنها لقى المركب كله تقلب بيهم علشان يحصلها والوحيد اللي كان لسه عايش حاول يهرب بس ملحقش وده لان فيه دراع اخطبوت صاحبه ومونتس سبق جونس للجزيرة وكمان دكتور هيلر رحط له وقارت له اهم حاجة عندي انك تخلصني من زنك وجونس وكل ده يحصل بكل هدوء ورجالة مونتس وهم على الجزيرة سمعوا صد غريب فرحوا يبحثوا عن سبب الصد ده واتصدموا لما لقوها ديناصورات برمائية صغيرة وشكلها كده برضو خرجت عن طريق الفجوة والناس اول ما سمعت صوت ضرب النار والديناصورات خافوا وكلهم جريوا في اتجاه البحر وده لانهم للأسف ما يعرفوش اللي مستنيهم جوه وكمان غير الاخطبوت في ثلاث قروش رايحين في اتجاه الجزيرة في شكل منظم ولا كأنهم عارفين هدفهم غير ان اشكالهم مرعبة ومشوهين وبدون اي تفاهم هجموا على الجزيرة وبدأوا يكلوا كل اللي بيقابلهم بطريقة بشعة ومرعبة والمشكلة ان احجامهم مساعدهم انهم يكلوا اكبر كمية من البشر في لحظة وجونس علشان يقدر انه ينقذ اي حد اتفق مع ماك وزنك انهم هياخدوا ثلاث مراكب ويستدرجوا الثلاث قروش دول وراهم علشان يبعدوهم عن الناس وبالنسبة لهيلر سمعت صوت ديناصور قريب منها فخافت ونزلت خدت سلاح جندي ميت جنبها بس ما رحقتش تستخدمه لان الديناصور ده كان جامد بصراحة وديش ايه الشاف الديناصورات دي فاتصدم وقال ازاي هما دول مش المفروض يكونوا في المية او حتى انقرضوا بس للاسف هما كانوا قدامه واختفى هو واللي معاه علشان ما يشوفوهمش وجونس لما وصل للشاطئ ملقاش غير بيتش باجي واحد بس فقرر انه يتصرف مع الثلاث قروش لوحده وخد الموتسيكل واتحرك به بسرعة وفعلا شد انتباه القروش اللي راحوا ووراك كل سرعتهم هما كمان والاتنين دول دخلوا هنا يبحثوا عن اي سلاح ولا اي حاجة فلاقوا دول برضو الدخلين وراهم علشان يستخبوا من الكائنات اللي بتهاجمهم فابضوا عليهم بكل بساطة مفيش افقر من كده في الكون وبالناس بالجون فكان بيحاول يستدرج القروش لابعد ما كان يقدر عليه بس للاسف في واحد ظهر في وشه وعلشان يتفدأ ويقع في البحر فرحب بالسرعة وركب الموتسيكل وشغله على اخر اللحظة هو تقريبا قدر انه يهرب به من بين سنان القرش وبالنسبة لدول فلو ان الكائن ده شافهم وكان خلاص ياجم عليهم فهربوا منه وطاروا لحد ما دخلوا لنفس الغرفة اللي الكل متجمع فيها وبكده يعتبروا سلموا نفسهم بنفسهم برضو وزنك شغل دماغه فضرب دي جي علشان يدوس على زرار فتح الباب واول ما الباب اتفتح الكائنة دي دخلت وكالة الجنود المرتزقة وده لانه هم اللي كانوا في الوش والجماعة المنحوسين دول سابوهم وهربوا ودي جي اتصل بالجيش وقال لهم على الموقف وعلى كل اللي بيحصل علشان يتصرفوا بسرعة وبالنسبة لجوناس فشغل لحارب الثلاث قروش العملاقة لوحده ولا كأنه بيلعبهم في ارضه وما كانش فرق معه اي حاجة لا وكمان خلص على واحد منهم عن طريق السهم المتفجر اللي هو صنعه والي اتنين دول علشان يسرقوا طيارة اضطروا انهم يواجهوا جيش كامل من الديناسورات البرمائية وقدروا انهم يفجروا فيهم محطة بنزين ويربوا منهم وبالنسبة للجماعة اللي على الشاطئ فلولو اختبوط الحملاق طلع لهم يخوفهم واخد منهم واحد بالمرة وينزل بيه وجوناس لسه بيواجه القرش التاني وكان خلاص قرب يخلص عليه وكمان بس ملحقش وده لان مونتس كان بيطردوا بمركب ودرب عليه نار فوقع الرمح المتفجر من ايده وديش جيه وزانك شافوا ان مينج في خطر بسبب الاخطبوط فحاولوا ينقذوها بس ملحقوش وده لان الاخطبوط قفش فيهم بدراعه وحلف انهم مش هيسيبهم وكمان جون شاف مينج فحاول ينقذها بس القرش رفض يسيبه كان مصمم انه يكله باي طريقة حسوا انه عاوز ينتقم بس الهما بيموتش بالساهل وقاومه لحد ما قدر انه يهرب منه لكن ملحقش يهرب كتير لانه لقى مونتس واقف فقراسه بالسلاح وعاوز يخلص عليه فمسك خشبة ورشقها في رجله وبكده يبقى عجزه وطلع له بكل بساطة وضربه وبسبب الدم اللي نزل منه القرش شمت ريحته فراحت علشان تدوقه وجون ما حرمهمش من حاجه ورمى ليهم بكل روح رياضية وطبعا هو دلوقتي بيسلم على غاصفير بطن القرش وبالنسبة للاخطبوت فحب يدوق طعم زنك بس زنك كان مجهز نفسه بكمبيلة وعارف يفك نفسه من الاخطبوت اللي كان خلاص هيكله وكمان غرس الكمبيلة فيه والسابو هرب ولما الكمبيلة انفجرت فيه جرحته وبسبب الجرح نزل دم كتير وعلشان كده حب ينتقم هو كان هيكل زنك بس ملحقش لان القرش وصل ورا ريحة الدم بتاعه وكان عاوز ياكل الاخطبوت لكن الاخطبوت ما كانش سهل اكله وهو اللي قدر انه يتغلب على القرش بعد ما عصره بكل الادراع بتاعته والقرش كان خلاص هيموت بس بسرعة فاق ويستجمع قوته وفرتك الاخطبوت وزنك راح بالسرعة ينقذ ماك اللي كان هيموت غرقام بسبب تدمير الطيارة وفيه قرش كان رايح لهم بس جونس انقذهم وعمل صوت عالي في المية وشد انتباه القرش ناحيته وثبت الحديدة اللي في ايده في الارض واول ما القرش هجم عليه غرسها في بقه لحد ما خلص عليه وسابو يقع في البحر وبكده يبقى اتى القرشين غير القرشين اللي في الجزء الاول وده اخر ديناسور مائي كان بيحاول ياكل مينج بس ديجي اللي حقها على اخر لحظة وخلص عليه والتلاتة دولار تاحوا وحسوا انهم كده في امان فحابوا يرجعوا للشاطئهم بس اتصدموا انهم ما بيعوموش لوحدهم وان القرش الاخير بيعوم وراهم في صمت وبسرعة زنك اتعرف عليه واعرف ان دي هايكي اللي هو مربيها فنزل قدامها ووقف عمودي وعمل ببل وزقها ممناخرها تمام كده ولا مش تمام اه تمام عشان في جماعة يقولولي ده ما عملش ببل لا ده ما زققاش من مناخرها لا انا كده هو عمل كل حاجة ايه صح لا وفوق كده كمان استخدم الجهاز اللي هو ومصره بيها ووقتها تعرفت عليه وثابت ومشيت شفته ان الخطة بتنجح محدش بقى يقول انها بتنجحش ومش عارف مين قريبية عملها ومات وكلام الفاضل انتو تقدروا المهم انها بعد ما ثابت ومشيت فرح جدا انها تعرفت عليه بس ماك مهتمش بكلامه وقال طب اهرب انا بقى قبل ما ترجع في كلامها وبكده كلهم طلعوا على الشاطق وشربوا مع بعض كاسين عصير طفاح وكانوا مبسوطين والدنيا تمام وزي الفل واتمنى تكون المشاهدة عجبت حضراتكم واتمنى تدعمونا بالاشتراك في القناة واللاقي الجميل واتفعلوا زر الجرس وشكرا على وقتكم اشتركوا في القناة